بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواء جديدة مشواءة أم شمس كانت منها تكونوا في أحسن حال أنتم تشاهدوا فيديو تليوم اليوم إن شاء الله سنقسم معكم حلوة غزالة حلوة ديو الزمل جميل كما دائما كنقول لكم الحلويات القديمة فلا يولى عليها كيكون ماداق اللي رائع بزاف ومكونات اللي كتكون اقتصادية فاليوم إن شاء الله سنصوبوا حلوة القرقعة بطريقة مبسطة ناجحة مليون في المائة كانت منها الفيديو تاجبكم ما تبخلوش عليها بتجاعتكم أرأكم تعاليقكم لايكاتكم لفيديو لما الأصدقاء والعائلة ومشوا مباشرة للمكونات وطريقة التحضير فبالنسبة للطريقة كان ناخدو 125 جرام ديال الزبدة تكون بحرارة الغرفة ما تكونش طريبة بزاف وما تكونش يعني خفيفة ولا دايبة شوية تكون فقط واخدة حرارة الغرفة ممكن تستعملوا أي نوعية الزبدة كتفضلو أنا هنرى عملا خاليط يعني ما بين زبدة المارغارين وكذلك زبدة ديال زبدة الممتازة ضفت عليهم علقة صغيرة ديال الفانيلا قبيصة ديال الملحة وكنضيفو نصف كأس من السكر سندة أو الحبيبات سافي مني كنضيفو هاد شي كنخدموهم زيان كنخدمو ديك الزبدة مع داك السكر ولكن ما نبلغوش يعني ما نبقوش نخدمو بزيف حتى تجري لنا أو ليجري لنا هاد الخليط هادا وغادي تعرفوا معي علاش يعني نركز لكم على هاد المسألة هادي فهي حلي ورعة غياكة توجد مكوناتها بسيطة ان شاء الله وغني متوفردة بف ان شاء الله في كل بيت ولكن يعني طريقة ديالها اللي شي شوية فيها خصوة تكون مضبوطة سافي كماشتمعير هكا نخدمها غير باللعب مشوية عادي هكا تكتب اليدك زبدة نسجمت مع ساندة مباشرة نضيف نصف كأس كذلك ديال الزيت وهنا نصف كأس يعني لا زيت ولا ساندة 80 جرام 80 جرام سكر حبيبت 80 جرام زيت نباتي وكن عاود نخدم على هاد الشكل هادا بالنسبة لهاد الحلوة كنسموها حلوة القرقعة ماشي حيت فيها القرقعة لا غير حيت الشكل ديالها فشكت طيب وكن في نيوها كتعطي بحال الشكل ديال كوكيت القرقعة يعني بحال ديال شكل ديال القرقعة يبقى مسدودة هادا مكن طف كما اشتوا معايا كنخدم زيان ذيك الزيت شوية مع ذيك العناصر وكندفع لهم بيضة وحدة الحجم ديال هيكون صغير إلا بغيت عملو هاكا 125 جرام ديال الزبدة أو لهاد المكونات اللي عملتنا كتعملو حبة ديال البيض اللي تكون صغيرة بغيتو تضب لهم المكونات كتعملو حبة وحدة البيض كذلك ولكن الحجم ليكون كبير من بعد فكندف هنا كأس إلا روبع يعني كأس ما يكونش عامر كامل كأس إلا روبع ديال الزنجلان اللي كيكون محمر ومتحون كما لاحظتوا معايا وكندفو معلقة كبيرة ديال كاكاو كيبحلها هاد الشكل أنا نضفت هاد الساشي هادا ممكن تتعملو نوعية الكاكاو اللي كتفضلو حتى اللي ما كيبغي عاش هكا في هاد اللون ممكن تعملو الكاكاو الحلو يعني اللي كنعملو الوليدات في الحلي سافي كان خدم هاد العناصر هادي وبالنسبة الزنجلان راه يعني العبارة هو ديالو 80 قرام يعني 80 قرام زيت 80 قرام سندة و80 قرام زنجلان كتعطي كاس اللاروب ديال الزنجلان بلعبار دائما نكاس اللعنبا كان دو نضيفو فتحين كما لاحظو معايا وبالنسبة لخاميرات الحلويات كان نضيفو فقط 4 قرام من خاميرات الحلويات فما تكتروش باش ما تشتتليكم ش في الفران او لا تجي كبيرة بزاف لان هي اصلا كتجي شيشة بهذا كالزنجلان كان نضيفو 4 قرام من خاميرات الحلويات وكان بقاو نضيفو فتحين لحساب الخالد ونقول لكم دائما شحال كان نحتاج المهم كان نضيفو هكا على هد الشكل هذا فتحين العجينة ما خصكم ش يعني تضيفو كمية الطحين بزاف حتى نشوف لكم العجينة فك نحتاج في العجينة 300 حتى 325 غرام فقط ديال الطحين ما كان دلكوش كان نجمع العجينة ديالنا فأنا هنا عملت الطحين ده مضبوط ولكن ما خدمت هش ديك الساعة كتبغي كيت جمعيها بالطحين مباشرة تبديت عملها هكا في البوق وتبديت تخرجها على شكل هكا على هد الشكل هذا إما هكا البوق اللي مسنن بزاف أو البوق اللي كيكون في سنينة شوية مبعدين كتبقى على حساب الرغبة المهم تخدمي بها مباشرة أنا هنا لأنني جاءتني واحد ضرف فما خدمتش بعدك ساعة خليت هات قريبا واحد ربعات سوية ويكت النفية فجيت لقيت الطحين تشرب يعني الطحين تشرب هدوك الزيوت كيما كان قولو ف يعني ضروري هي ما تخلطيها حتى تكوني تخدمي بها مباشرة كيما كتلكم وبالنسبة إلى مثلا ما بيتيش تخدمي بها ما بيتيش تخدمي بها ديك الساعة فبدا ما تخلطيهاش فخليها حتى تبغير لأنها يضغي لكن ما شتوا معي كتخلط ما كتحتاج وقت بزف والطحين خاصتوك يكون مضبوط يعني 300 حتى 325 قرام ما ما تضيفش كترة منها في هاد القوام هذا لأنها من العجائين اللي كينشفو صافي على هات الشكل أنا وخاها كاك يعني راني خديت العجين وبقيت كنخرج بي بقيت هكا من مساعفة خرجت بي الحلوة دي كاملة وخاوتي محنشي شوية راني نزلت هاد الفيديو باش تشوفوا يعني راه كينين حلويات اللي كيبغي وشوية دي الخاطر وكينين أسرار دائما في الحلوة كما نقول لكم أنا هنا في الأول محنتني حتى في الطاوة وننولي هكا نخرج ها في سطح العمل وناخد بكل سهول عن ثم كتدي تخدم ها في سطح العمل على هات الشكل وكدي تاخذ ها وتستفي ها في الطاوة ديالك الفران كان سخنوه من قبل كان سخنو على 170 درجة فوق وتحت ما تخلي واج تحم رأي أنا أصلا لون هيا مغلوق شوية سوف نعود نحم رأي شي شوية نذهب من الفق ونخرج باش نفي نوا كتج لها الشكل هذا سهلة جدا وسريعة من الحلويات كما قلت لكم شخصيا تعجبني بزاف و المادق ديالها يعني دبك نعرف اللي يعني البيوت المغربية ما شاء الله رأي ضروري من شوية ديال الشبكية يعني كيبقى باش شوية ديال زنجلان هاك رأي كتج عندك في الدر كذلك تستعملي في هذه الحلوية هادي كان عرف حلوية العيد فكان استخدمو فيهم هاك الزرار اللي كيبقى لنا من قبل رمضان كان استعملو فيهم المكسار كذلك اللي دائما اللي كنتو تعملو ها كتبو لي في التعليق يعني رأي اللي كيعمل ها بالزنجلان وكي اللي كيعمل ها بالكوكا وكيف كيعمل لها هي بالزنجلان الاصل ديال ها بالزنجلان وهك كيتكون على هات الشكل وكيعمل هات ماشي بهاد البوق هاد رأي كتكون بدك البوق لشي سنينتهم مفتحين يعني بعض اللي بعض اياتهم شوية كتجيب هون كذلك زوينة صفينا بعد ما كنسالي التشكيل ديالها فكن ضغطها على دوكل الجوانيب ها هير بعد الشكل هاد وكن ندخلو لكم الطيب على خطرها ما تزربوش عليها غير ما تخلي واش تريت نشوف بزا فالفران وبالنسب الفران التهبت وكتخرجوها حمرو هاكي شوية من الفوق عد خرجوها سفينا بعد ما كتخرج الحلوات ديالنا كنخليوها تبرد تماما على هات الشكل هذا وكمشي ناخد شوكولاتة بيضاء او لابديش شوكولاتة كندوبو وكن نحطوها كالجن باش نكملو لها تزين ديالها فبالنسب لي في المعتاد ما كان لسق شاهد الحلوة لان هاكي شوية كبيرة إلا بغيت تلسقوها فعملوها شي شوية صغيرة ولا شي بوق يكون صغور يعني نغم المون راح ما كان لسق هاش وخاية يعني كما كتلكون في كيف كنت كتشوف يعني صراحة كانوا يعني الأمهات يعني في زمان كانوا صراحة تحك حليوات اللي تعطي بنان وعني فيهم حاجات لي مفيدة وفي نفس الوقت راح لي ولي سهلة وسريعة هناك المقلة سق كما شتوا مع يا كان بقا كوخ خرجتهم بالبق وحدة بوحدة كان بدأ كنشوف كون بحال بحال يعني تماثلين كلا صقهم مع بعض وبلنسبة للشوكولاتة فاشدوا واخليوها شي شوية حتد فما تحملوها شخونة بزاف يعني ما تكون ش سايحة تولي هاك بحشك الكريمة كما شتوا معي وبدأوا تلصقوا بيها فاشتبال لكم بدأت تقصح عودوا ثاني غير دفيوها ثاني واحد شوية باش تطلقوا وكملو اه انا بغيتم منها كمية يعني مليحة فامل احسن انكم تتوبلوا المكونات اه فبحالها كان نرى هاد الكيمية بقالية يعني في نهار كانت مشي لان كتعطي كمية صغيرة انا بغيتم تعطيكم كمية كبيرة يعني كما كتلكم تتعمل وبوق يكون شي شوية صغير نستمر على هاد الشكل هاد حتى نكمل الزين ديالها كتجي على هاد الشكل هاد زوين بزاف وكما كتلكم الديدة الديدة بلا قياس كانت من ان شاء الله انكم حتى انتم تجربوها ودائما نقولولي في التعليق كانت انتم واش عندكم شي ديكريات مع هاد الحليوة هدي فالما بغيتم تلصقو يعني زوج ديال الحبات فهدي تبدو كل الحبات كان نعمل فيها رويس ديالها تنعمل في شوكولات البيضاء وكان نعمل عليه اما زجلان او شوية كوكاو كتجيت ذلك بالشكل ديال هذوي فما بقى لين نقول لكم شكرا شكرا لكم للحسن المتابعة والتعليق رائع اله لا يخطي راح دائما كما انا كتجولولي كنحفزكم باش كتنوض تتعملوا شهيوات فرحت انتم ما كتحفزوني بتنزيل فيديوهات بكلام ديالكم طيب حق الله يخطي الله يجعلنا دائما عند حسن الظن الله يكبر بكم اكيد فهدي الحلوة ديالي قدمت لكم اليوم ما قليلا نقول لكم كانت معكم أم شمس ما توفيق يا إلا بالله عليه توكلت وإليه ونب